أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن المنظمة سترسل أكثر من مليون جرع من لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة وأدفى أدهانوم بأنه سيتم توزيع اللقاح على مدى الأسبوع المقبلة لمنع إصابة الأطفال بالعدوى بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي بالقطاع وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الأطفال دون سن خمسة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس وخاصة الردع دون سن ثانية بسبب تعطل حملة التطعيم العادية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ شهور